تصدر شركة بلاك بيري انه النهاردة هو اخر يوم في استخدام الهواتف اللي هي ماركة بلاك بيري الكلاسيكية الى الابد خلاص شركة افلت ده موضوع انتهى اتقفلت وادعوها بعد سنوات من الاستخدام طبعا يعني تطوي الشركة بدءا من النهاردة نهاية عصر زهبي لها مع من الفترة اللي سبقت هواتف الايفون اللي ظهرت الاول مرة سنة 2007 بشاشة لمس كاملة والتي مسلت بداية النهائي الهواتف التي كانت تعتبر اكثر تقدما بفضل تقنية الرسائل الشهيرة بي بي ام والنهاردة شركة بلاك بيري كتبت النهاية المحتومة لهواتفها التي لم تشهد اي تطوير يذكر حتى هذه اللحظة لتستطيع الشركة من خلالها الدخول في مرحلة جديدة بعد سنوات من الجمود جعلتها في اخر القائمة وخارج المنافسة تماما ولكن تحاول الشركة الرجوع مرة اخرى مع العمل على هواتف تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس الجي 5 بحسب المواقع بيزنس انسايدر ان شركة بلاك بيري قد اوقفت جميع هوااتفها القديمة اللي تعمل بالنظام التشغيل بلاك بيري عشرة وكل المنصات يعني انتهى معاتش فيه بلاك بيري مرة اخرى خليه بس اخد درس من هذا القرار وهو ان احنا نتعلم من الاخرين انا لا استغابيا حتى اتعلم من اخطائي فعليه ان اتعلم من اخطاء الاخرين شركة باك بيري لم تطور نفسها شركة نوكيا لم تطور نفسها شركة كل شركات التليفونات لم تطور نفسها من سماه افسحت المجال لسامسونج وشركة ايفون قبل انهم ما يتحر لكن خليني بقول يا جماعة هو لما يكون عندي فنلندا تعمل نوكيا وتسيطر على العالم وتكسب منه كذا وشركة ايفون من اكبر شركات في العالم متى السوقية قبل تعمل اكتر من ناتج المحل هو احنا ليه ما بنفكرش نخش في الشغلانة دي يا جماعة هو احنا ليه ما عندناش عقول وارادة للدخول في صناعات بافكار هو انا ليه بالمناسبة يعني الرجل بتاع فيسبوك ده عمل تطبيق بتاع تويتر عمل تطبيق بتاع اليوتيوب عمل تطبيق تيك توك عمل تطبيق هو ليه انا عندي خبرة وعندي جيل وعندي ناس ليه ما نعملش تطبيق 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 برمجة واعمل تطبيق مصري عربي يا جماعة الصين دلوقتي بقى تيك توك بتجابه به فيسبوك فيسبوك بيغيروا استيساتهم بتبقى لتيك توك ويه تويتر وغيره هو احنا ليه ليه احنا في مصر ولا بتكلم بجد ما عنديش كوادر يقدروا هو برضو انا منتظر اليوم اللي هيجي سات الرئيس في قصر التحرية واجيب الناس بتوع صناعة التكنولوجيا يقول لهم عايزين نعمل عايزين نعمل تطبيق زي الفيسبوك عربي مصري نقدر عندنا كلية زكاة الصناعة وعندنا كلية كزا وعندنا زكاة الصناعة عندنا كل حاجة موجودة يا جماعة احنا عندنا عقول والله طب العقول ليه ما تشغلش طب متين بقى الناس المستثمرين ورجال اعمال اللي يجيب العقول دي اللي بتاعه تفكر ويجيبهم يديهم فلوس يشتغلوا يلا تمويل اعمل تطبيق النهاردة يسمع بعد أربع خمس سنين تطبيق فيه يعني شازا اكبر مضوع اقول التطبيق بيمثل امن القوم امزجة الناس بتفكر في ايه انت التليفون ده هو اللي في ايدك ده عارف كل حاجة عنك مش عارف كل حاجة عنك بس ده عارف هتفكر في ايه هو بيعرف الاماكن اللي انت بتروحها هو عارفها الاهتماماتك اكلك شربك نفقاتك كل ميولك بيعرف هو هنا اتكلم كلمتين على الزكاة الاصطناعي اول ما خلش مكتب دلوقتي هيديني كل حاجة عن الزكاة الاصطناعي ما هو سمعني دلوقتي يا جماعة احنا لازم يكون فيه عندنا خصوصية تكنولوجية نبحث عن البصمة والهوية التكنولوجية لنا ولولادنا والاجيال احنا مش عايزين نبقى على هامش العالم مش عايزين نبقى على هامش الكون عايزين نبقى على هامش دايما احنا عايزين نبقى مشاركين ينعيش يا منعيش يا جماعة شركات تكنولوجية عملاقة في تصناعة البرمجيات والتليفونات وغيره يا جماعة ده انا قلت قبل كده قلت لتالت مرة بقولها هو تالت مرة بقولها من غير كسوف يعني فيتنام بتصدر بـ 224 مليار دولار منهم 50 مليار تليفونات بس بين كل 10 تليفونات منهم تليفون فيتنان احنا عايزين نعمل تليفون عايزين نعمل عربية عايزين نعمل تطبيق عايزين نعمل فكرة عايزين نعمل برامج عندنا فيه افكار ما بتجدش حد يحتضنها من المستثمرين ورجال اعمال اللي مصدعيننا يعني بعضهم يعني مصدعيننا بان هم يعني شايفين عندهم رؤى وعندهم فيجن وعندهم مش عارف ايه وبيصدعونا بالفزلكة يعني فبيحتضنوا وعملوا تطبيق يلا كنا نشتغل عليه لكن اول ما حد من الولاد يعيني يكون عنده فكرة وعظيم ويبدأ يشتغل ومش لاقي حد يساعده ما بيلاقي اي حد من برة يشتري منه بمئة الف دولار ولا مليون ولا غير وبيبيع ويمشي ويخلص يقول لك يا عما نهات عم دماغي ليه شوف فيسبوك بكام يميتها دلوقتي تويتر بكام امازون بكام ما هو تطبيق يا جماعة امازون مش تطبيق هو انا اوبر وكريم دول مش تطبيق هو انا مش عارف افكر طب انا ما عنديش امكانيات طب مش عارف افكر كمان يعني انا مش عارف ابقى مبدع تفكير ابداعي يعني هو احنا بس بنتكلم وننتقد وعملين لسنتنا كلنا لسنتنا قد كده طب ما تيجي نفكر ونجيب الفرصة للناس واحنا كمان في الاعلام كمان يعني المفروض يعني المفروض الاماكن دي اجيب ناس عندها تفكير مختلف عندها قدرة على الابداع واحد عنده تطبيق واحد عنده اختراع واحد عنده فكرة واحد عنده كذا يلا نفكر في هذا الاتجاه والله الكلام والدول وقوتها وكرمتها مش بالشعرات ولا الاغاني ولا الاناشيد والله ابدا الموضوع بالقوة انت هتأثر في العالم بقد ايه هتأثر في العالم بقد ايه النمازج دي كلها لمفروض الاعلام يحتفي بيها والسوشال ميديا تحتفي بيها وبعدين لازم يكون عندك السوشال ميديا بتاعتك وده مش بدعة ده مش بدعة انا يا جماعة مش عايز اه مخنوق انا عايز ابقى اه في عولمة في كوكبية وفي فاهم كل هذا لكن انا خارج الاطار انا مش فاعل انا متلقي بس انا قاعد يا جماعة عمال اتفرج مربع ايدي وعمال اتفرج واحد ماسكي الريموت كنترول بيغير وبيكبرني اشوف ايه هو بيكبرني اشوف ايه انا ما بفكرش انا لا اتأمل تحكم فيه سلوكي اخطر شيء سهل جدا اتحكم في الناس اتحكم في الناس انا مدير اتحكم في الناس واقم راطئ كيف تتحكم في سلوك الناس فيه امزجة الناس فيه اهتمامات الناس فيه شغف الناس انا بخلي بصنع الشغف انا بصنع الاهتمام انا بصنع السلوك انا بوجه الرأي العام انا بتحكم في الرأي العام على فكرة الكلام ده كله كلام موجود ده قمة السياسة مش هو ما بيقول وجوه سياسة وجوه اوكونومي وجوه جرافي والحاجات ده كلها فيه المفروض جيوميديا المفروض كمان يعني انا معرفش ينفع هذا المصطلح مش انا عندي يقولك الديموغرافيا والجيو سياسي والجيوغرافي والحاجات ده كلها انا بقولك فيه حاجة جديدة المفروض اسمها الجيوميديا المفروض انا اشوف اللي بيحصل ارتب احتحكم اقصر تأثير